الاتصال بقى واضح لكن هنرجع للشخصية النرجسية حضرتك وصفته ازاي نتعامل معه اول حاجة اللي يتعامل مع الشخص النرجسي برضو ما يخبطش في احساسه الذاتي بعاله احساسه العالي بذاته انه خلي حاسس زي ما هو باحساسه العالي ده ازا قدرنا نديله برضو احساس بالاحترام معقول ما ينبلغش فيه علشان ما يتنفخش زيادة ويطالب بحاجات زيادة فنديله الاحساس من غير مبالغ الاحساس العالي من غير مبالغ مش هاده ماده ما احنا بقول من غير مبالغ عشان كده لانه ايه اولا لو جيت تكسري ذاته هتخش في الصدام شديد معه بذات لو الشخص ده مهم ليك وانت مش عايزة تكسريه طيب فهنديله الاهتمام او الاحترام من غير مبالغ عشان ما يتنفخش زيادة الحاجة التانية ناخد بالنا منه لانه هو الشخص النرجسي بيحاول يستغل كل اللي حواليه صالحه فكل حد من اللي حواليه ياخد بالهم ان هما يعطوا في حدود المعقول لو كان زوج او لو كان زوجة او لو كان رئيس في العمل او اي حاجة بالشكل ده ناخد بالنا انه ما يمتصش دم اللي حواليه ما يستغلش اللي حواليه ما يبتزش اللي حواليه ناخد بالنا برضو ان احنا نتكلم معاه بعيدا عن الشخصنا يعني زي ما قلنا في المتعجرف او البرانويد ودي قاعدة هنمشي بيها في حاجات كتير ان ما نشخصنش الاشياء اتنفخ زي ما انت عايز لكن احنا بنتكلم في واحد اتنين ثلاثة وبعدين نوجه له اسئلة محددة لان الرجلس ده بقى منفوخ قوي فحاس ان هو كل حاجة عارف وفي حتة من ابو العريف حاس ان هو العلامة حاس ان هو كذا فنوجه له اسئلة محددة عشان نحطه في اطار محدد نجيبه بقى من السمة العالية اللي هو طاير فيها دي نجيبه لارض الواقع وان وراته في حل المشكلات وفي اقتراح الحلول ومش اعرف ايوك ان هو عايز يفضل فوق واللي تحت هم دي مهم اوي دي مهم اوي حطه في الصدارة وقول له حلها حل يا فالح بقى شوفها تورينها تعمل ايه فده بيقوم خليه يقرب من الواقع بتاعه الصورة المنفوخة اوي دي لما يجي تحط في موقف حقيقي يحل فيه يعني يبقى في مواجهة اه بس لو حد مثلا واحد او واحدة متجاوزة شخصيا نرجسية بيبقى دايما شايف انه حسن منها او هي تبقى شايفة انها كيت احسن منه وكيتستهل احسن منه ازاي هي نصبها تدبيسة دي فدي بيعمل مشاكل طول الوقت في التعامل يعني اه وننبه بقى الطرف الآخر اللي مش نرجسي انه لانه فيه ستات بتعمل ايه مع الزوج النرجسي تفضل تتلاشى 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 فيه لانه النرجسي في اوقات كتير بيبقى ناجح وفي الاخر بقى تدهمله اه تدهمله او ما تلاقيش نفسها في الاخر تقولك انا عطيته كل حياتي انا عملته كل حاجة في الاخر هو كبر وعري ومش عارف ايه عمل كل حاجة وانا بقيت ولا حاجة طلع على بسيدية فتاخد بالها انها تبقى حريصة شوية ما تديش كل حاجة العطاء بمقدار مع شخصية النرجسي وتعطي لنفسها ما تتلاشاش فيه يعني ما تجيش على نفسها ما تجيش على نفسها